عندنا مثل كده بيقول إن كل وقت وليه أدينه يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن كل زمن وبيقاله ناسه لكن الجديد ما بيلغيش الأديم إحنا ممكن نكمل على الأديم الكلام ده بينطبق في كل المجالات فلو جينا نتكلم مثلا على الفن أو الغنة تحديدا هنلاقي إن أغاني زمان إحنا أولادنا لغاية النهاردة على فكرة بيعودوا يسمعوا يعني أغاني عمر الدياب أغاني محمد فؤاد بتاعت زمان ولادنا بحفظينها وعارفينها يعني حتى الجيل الجديد عارفينها المهرجانات طلعت وطلعت بشكل قوي جدا وليه جمهور يعني المهرجانات لها جمهورها وجمهور عريض جدا لكن مش معنى إن إحنا طلعنا بأغاني مهرجانات إن طبعا مع حفظ الألقاب الفنين محمد فؤاد عمر الدياب هشام عباس الناس كتير جدا تتلغي لأ ده موضوع فكرتنا النهاردة دي في الحقيقة هو واحد من أشهر الملحنين اللي حققه شهرة كبيرة جدا مش في مصر ده في الوطن العربي كله لو جينا مسكنا أي ألبوم لأي فنان هنلاقي اسمه موجود فيه عمر الدياب محمد فؤاد أغنيتها ودعك اللي مكسرت دنيا لغاية النهاردة عمل أكتر من 259 أغنية معايا مين؟ معايا الملحن الشهير اللي أنا يعني مبسوطة وفخورة إن أنا قعدة معايا هو الملحن الكبير حسن دنيا أستاذ حسن إزاي حضرتك؟ أهلا مش عنا مش في جدا للمقدمة جميلة ده حريك تستهل والله يعني بص لو أوريك أستاذ محمود كاتب لي مقدمة قد إيه بس أنا عشان الوقت بس هم أكتر من كده أكتر من ألف أكتر واو أه ده أنت عملت يعني زي ما أنا قلت إن أي ألبوم آآ آآ الأغنية اللي بكت كان المطلب كان ييجي مثلا جي بعوز أغنية يروح وقت خمسة أم يعني هي كده مبتعت ربينك وله أرزاء أرزاء أه أا إنت زعلان ليه من Salt front والله أنا زعلان كوجودهم كا متربين مهرجانNER لأن طبعا بأوجودهم ليه آآ لهم الجمهور عريض مليقود طبعا مسال أنا زعلان من إن هم عايشين على الصرقة هم عايشين على الصارقة هم عايشين يعني مش بيسرقو بيسرقو كمان ببقاحة يعني يعني بيحط على كلام مسف يعني مش ضد المهرجان انا ضد السرقة والكلام المسف. انا الحقيقة لما كنت قعدة كده بقلب على السوشال ميديا. مم. لقيت على مواقع كتير جدا اه مش هقول استغيثة لان حضرتك يعني ما شاء الله عليك اه معروف مين الاستاس حسن دونيا. مم. لكن الاريت بصراحة كلام انا شخصيا انا بسمع مهرجان وتمش هقول حريك لا انا بسمع مهرجان. وعرفك انا عمرت انا عملت مهرجان لحمه بيك. بس كلام محترم. الموضوع مش 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 ضد ده. طيب ما هو انا باعز اعرف انت عشان برضو نفهم الناس اللي بتتفرج علينا. اه 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 في اغنية اه الفنانة عابلة كامل في عودة النادلة. او فرقة وسط البلد. اه. في فيلم عودة النادلة الفنانة عابلة كامل. بزرق تجير اه. اسمها اه. اول حياة اول حياة يما. اه. الاغنية دي يا جماعة منطل بساطة كده استاس حسن نام ام لقى حمو بيكا ومسلم واخدين الاغنية او سرقين الاغنية وعملين عليها الكلام تاني خالص. طبعا قبل ما اسمع رد حضرتك احنا حق الرد مكفول لاي حد اسمه هيسكر في الفقرة دي. اه برنامجنا موجود. اه ممكن انت تواصل معنا. هو حمو بيكا بعيد بعيد عن الموضوع. ليه بقى? طب هو غنم. لا 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 مش معه. ده هو مسلم واحد معاه وفيله. اه. 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 انا قريت انا ما اسمعتش الاغنية بصراحة. لا لا انا بتكلم ان انا اشتغلت الحمو بيك انا بقولت ان انا عملت الحمو بيك. اه. يعني حمو بيك ملوش علاقة بين الموضوع. لا ما مش علاقة لا لا. طيب يبقى هو مسلم اه. اه. انا ما عارش اسمها الى التانية. اسمها كده غريبة انا مش عارف احفاظها بصراحة يعني. طيب قل لنا القصة ازاي ايه اللي حصل. انا القصة ان انا اه فجئت لقيت اه 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 اول حد واحد واحد منتج اسمه السلطان الشن عامل التراك اه الاتنين مطلبين مسلم معها احي اسمه فيله اه. اه اه احول الاغنية انا او الحيات يمه الى انا قلب عوي الشرمة.